انا بقول تاني نهاردة تاني المرة هو التانية للحكومة المصرية فوتوا الفرصة على اصحاب المصالح فوتوا الفرصة على الناس اللي بيصنعوا ازمة من اجل ان يستفيدوا الاستفادة شخصية على حساب الناس على حساب الدولة على حساب الشعب بقول تاني انه احنا بنجري جريل وحوش عشان نكمل مشروعنا فيه ناس بتحاول شدانا الورا يحاولوا رجعونا ورا بقول انه ازمة الراجل بيقول الرز موجود وهي مصر يا جماعة بلد الرز هتروح يعني ما فياش رز مش معقول انا معاك مش معقول لكن والله العظيم الناس اللي موجودين معايا في السيد الزميل كلهم اول ما بكلم مع ابراهيم يا ابراهيم انا قالوا لي يا عم ما فيش له ب27 وكذا وكذا اكيد الناس دي مش تكذب اكيد مش حبص الاكيد مش اخوان يعني اللي موجودين دول يعني فبيقولولي جدا فبالتالي فيه رز اه يا دكتور عالم صالحي فيه رز الرز مش عارف مش مش واخد طريقه المسارات انه نصل للمستالك بالسعر المزبوط يبقى فيه مشكلة يعني فيه مشكلة فيه فيه حاجة في القصة هل هي ايد مرتعشة مش عارف اجيب الناس دي واصبطوا الاداء ربما هل انه فيه فيه مخطط لاحراج الدولة ربما فيه حاجة يا جماعة انا استشعر ان هناك مخططا لمحاولة احداث فوضى في الاسعار عشان نحرج الدولة في هذا التوقيت الحساس وانا بقول انه المشروع تاني بقول ولن امل الاولى انه المشروع الواطني في خطر من جراء هدي الممارسات اللي بتخلى الناس تزهق وتتدايق ويقولوا واحنا بنسمع الناس يقولي يا عم الاسعار انا بمشي في الشرح يقولي يا عم متكلمش عن الناس الاسعار غيره ما احنا بنتكلم اهو احنا بنتكلم اهو مش بكلم عشارة بالناس اخد بالك انا هنا اتحدث كثيرا عن انه نفاق العوام اخطر كثيرا من نفاق الحكام ان انا اقول الكلام اللي الناس عايزة تسمعه عمري ما بقول الكلام اللي الناس عايزة تسمعه عمري ما هقول الكلام اللي الناس عايزة تسمعه لن اقول الا الحقيقة لن اقول الا الحق لن اقول الا ما اقتنع انه صواب وربما اكون مخطئا واتمنى ان اكون مخطئا لكن بقول ان في اصحاب مصالح معرفهمش بيحاولوا يحرجوا الدولة ويحرجوا النظام ويحرجوا الحكومة بممارسات على الارض هم اقوية هل في حد في اي دولة اقوم الدولة استحالة انه الناس اللي بتخز نزل الناس اللي بتعمل بيض والناس اللي بتعمل دواجن عشان خاطر الروح استورد اعتقد ان دي مشكلة اعتقد ان في مشكلة في هذا الامر اللهم بلغت ورضو اللهم فاشهد لا نقول الا ما نقتنع انه صواب ونتمنى ان اكون مختلف